سن القوانين عن طريق الأوامر خلال إجازة المستشارين التي تستمر لشهر واحد تقدمت لجنة السياسة العامة والقوانين والمؤسسات والحقوق الأساسية والحريات بالمجلس الوطني الانتقالي تقدمت بمشروع قانون رقم 081 يقضي بالترخيص للحكومة بسن قوانين عن طريق الأوامر خلال الفترة من الأول من يناير إلى الحادي والثلاثين من نفس الشهر للعام 2023 وذلك لعتماده من قبل المستشارين هذا وقد بدأت جلسة الاعتماد بقراءة التقرير المتعلق بهذا المشروع من قبل اللجنة والتي أكدت فيه أنه درس بشكل تام بعدما اطلع عضاء اللجنة على مثاق الفترة الانتقالية المعدة للبلاد وكذا اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي ووفق ما ورد في المادة الثانية من هذا المشروع فإنه يحدد نطاق تطبيق القانون على كل المجالات التي هي من اختصاصه بينما تنص المادة الرابعة على تسجيل القانون ونشره وتطبيقه كقانون دولة ونص التقرير أيضا على أن الحكومة ملزمة بأن تحيل كل الأوامر التي اتخذتها خلال فترة اجازة المستشارين إلى المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليها وقبل المصادقة على هذا المشروع تداخل عدد من المستشارين حول ما ورد في تقرير اللجنة طالبين من الحكومة أن تعمل على دراسة مختلف المشاريع القانونية خلال فترة اجازتهم من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية لمختلف القطاعات والسعي إلى تحقيق أهدافها وفق رؤية وتطلعات الحكومة الانتقالية فيما أوضح الوزير الأمين العام الحكومة المكلف بترقية الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية هلليك شواء محمد أن الحكومة ستلتزم بكل ما ورد في مواد هذا المشروع القانوني للعمل به خلال إجازة المستشارين وأشار الوزير إلى أن التطبيق الفعلي لمخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي هو من أولويات الحكومة الانتقالية وبعد كل هذه المداخلات اعتمد المستشارون المشروعة ليدخل حيز التنفيذ خلال الفترة من الأول وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجري